مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء بسرعة قبل ما نشوف أهم الأضايا وأهم الموضوعات خلونا أعلق أولا على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وتقليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى المشهد اللي انتم شايفينه ده وده يعني التكريم انتهى منذ دقائق هنا الحياة التكريم ده يا جماعة بيقضي على مجموعة من الخزعبلات والشائعات اللي حاولت بعض أن يطلقها فيما يتعلق بالفريق محمود حجازي يعني مصر تحديدا والمؤسسة العسكرية تحديدا لا يمكن أن تكون هدفا لشائعات صحيحة من هذا النوع شائعات ومزاعم وحكايات وهمية وحكايات مختلقة كثيرة لكن المؤسسة العسكرية بانضباطها الشديد لا يمكن أبدا أن أي عقل أو أي عقل يمكن أنه يصدق مثل هذه الخزعبلات وبالتالي هنا ده تقليد بيتابع دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم القيادات السياسية والعسكرية اللي بتستحق التكريم لما قدمته ولما قدموه من أعمال في خدمة الوطن الفريق محمود حجازي تحديدا رجل لعب دورا كبيرا في المؤسسة العسكرية وفي الوضع في ليبيا تحديدا يعني كان هو المفاوض الرئيسي مع كل الكتل والمجموعات الليبية لأنه ليبيا بالنسبة لنا مهمة جدا وانت بتواجه الإرهاب مش هتواجهه في مصر لا هتواجهه من خلال الأوضاع في ليبيا بتهمنا ولذلك هذا التكريم وتقليد بيتابعه الرئيس السيسي دائما لكن مع الفريق محمود حجازي تحديدا ومع كم الكبير من المزاعم والاختلاقات والأكاذيب والشائعات كان مهما أن نشهد هذا المشهد